بشرفكم أنا معذرة من معالي الوزير أريد أسأل الأخوة ممثلي المكونات والزعماء واللي الآن يردون حصة الاستحقاق الانتخابي بشرفكم سمعتوا بحياتكم دولة تستورد نبق دولة تستورد شلغم نعم دولة تستورد شوالذار الثوم من الصين يستوردون الثوم كان ياب شو من تقعد تحتيو ياب التلفزيون أو قل لك لا عليك أن تنظر إلى الجزء المملوح يقول لكم هو أنتم نيعكم جزء مملوح ولا كاكو دولة تستورد دبق شو انذر شلغم مع الوزير هذا صدق هذا الحتي العسل العسل كان يستورد العسل ثمانمية وستين ألف طن سنويا عسل ليش استورد عسل والعسل موجود والنحل موجود والمراءة موجودة الله أكبر الله أكبر هذا معالي الوزير ما يحتاج له معالي الوزير أكثر من تسعين مليار دولار مزاد العملة نستورد به نبق نستورد به شوالذار نعم لا إله إلا الله الله لا يوفقهم لا كبيرهم ما لا صغيرهم الله لا يوفقهم لا كبيرهم ما لا صغيرهم أنا أسأل هو مسؤول حكومي وواحد يقلي مزاد العملة يطفلوس حتى يستوردون نبق الأحزاب تستورد نبق أي والله نستورد نبق ويوميا يخابرون نفتح الاستيراد يفتح الاستيراد ياردون يجيبون نبق ولد الله ياردون يجيبون نبق ولد الله نعم وهس بهاي الأزمة ما عدوا نستورين لكمامة أحشيلك بصراحة أحشيلك بصراحة الساد نجيم أي قلالي قلالي والله ما تطول أي قلالي ما تطول ترى أي إذا ما تراوسها ترى ما تطول ذولا هذا بالنبق اللي يحتي لك وبالنبق وغير النبق وبالثوم يا رب دخلك يا رب دخلك والله يا بتردوها يا بتردوها اخذوها بالعافية عليكم وفتحوا الاستيراد كلها ودخل البيض والدجاج وهس اليوم الشاحنات في الحدود قالوا الوزارة رح تطلع أي أي زيان هسمن بالله أحد التجار الحد الآن جامع معاملات مع الاستيراد يقلهم الوزير طلع زيان انت يا معاني الوزير لما تقعد مع دولة الرئيس اجتماع رئاسة الوزراء وتقول له يا دولة الرئيس الله يطول عمرك الله يحفظك الحدود فالته والولد ما ينقدر عليهم وجاي الطب الأمور السيد الرئيس القادر العام للقوات المسلحة ما عدا قرار عليهم لا أمصدر قرار لا بالعكس هو دعم العمل يا الزراعي الرجل الحق يقال أي ولكن هناك منافذ يعني غير مسيطرة عليها من قبل المنافذ الحدودية حتى ما أتهم المنافذ الحدودية طبعا أكو منافذ غير مسيطرة عليها من قبل القوات الأمنية وين هاي المنافذ يعني ما بها ما بها يعني عسكريين أو شرطة اتحادية أو ما شابه زين شنو حقيقة تريدون يفتحون ثلاث منافذ للتبادل التجاري مع إيران هاي سلع أخرى يعني هاي ما عرف يعني بس مو زراعية احنا ما نقبل ما نمطي إجازة ما نمطي إجازة وهم الولد هسه قال لك الوزير لا مستحيل الوزير يا لكن الاتهامات الساد نجيم الاتهامات على الوزارة 24 ساعة ايه تاكو واحد يوقف في بوتش النبق انت تعرف النبق يكتل كورونا النبق غالي ايه تعرف تعرف النبق احنا لو مو النبق ما عشنا لو مو هذا احنا شلون نعيش ولك مسؤولي مسؤولي يستورد نبق ما زاد العملة بخليه ليش وانذار او للشلغام او لللهانة او للخس او تالي متالي الضحكون على هذا الشعب المسكين الله لا يوفقكم معالي الوزير استاذ اكبر اختبار ان الوزارة الزراعة هو ازمة كورونا لاحظت في هذا الوضع العراق مسيطر على المواد الزراعية والله وما اريد امدح لك يعني انت تلاحظ دول الجوار مو احسن وضعا من عدنا والله يا اخوي بارك الله بيكو خلف الله عليكم انا هنا انت تعرف انا اول مرة يشوفك والله العظيم وما ملتقي بيك ولا احتاجك ولا احتاجك نعم انا مثل ما انتقد امدح